الحقيقة هو إلها قديرا أدن براهين يعني هو مثلا لما كان كإنسان في مؤخر الثفينة نائما انت قدام إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى أيقظوه التلاميذ وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك هنا إلها قديرا يأمر الأمواك والرياح بأن تهدأ ويصير الهدوء وهنا يأتي عجب التلاميذ من هو هذا حتى الريح والبحر يضيعانه من هو هذا هو هذا الإله القدير عند قبر العذر كإنسان يبكي هو شارك البشر ألامهم أحذانهم يمكن حضرتك قدمت التعاذي وإحثثنا العميق بالجرح لكل الأبرياء اللي قتلوا في هذه الأيام الصعبة الرب لما كان هنا بكى عند قبر العذر مشاركة لمريم وللعائلة بكاءهم هو إنسان يشعر بكل ما نكتث فيه من ألام وضيقات وأحذان جرب كل هذه الأمور وكل هذه الأوجاع لكنه أيضا إلها قديرا يقول لعذر هل أم خارجا الحقيقة في الجناذة إلها قديرا في الجواذة إلها قديرا فكانت أول معجزة لي في عرث قانا الجليل هذا الذي حول الماء إلى خمر والحقيقة هنا بنشوف هذا الشخص العظيم عنده قدرة على الطبيعة الرياح والبحر ويأتي ماشيا على المياه الكثيرة عنده قدرة تهذم الموت فلم يقف الموت أمامه عنده الإمكانيات الإلهية وكمان عنده الأمجاد الإلهية يقبل الثجوت يعني شاف مرة عشرة رجال من البرث وآتى شخص يسجد أمامه لا لو نبي عظيم ولا حتى لو رئيس ملائكة زي ما شهود يهوى ادعوا ما كانش قبل الثجوت مش مثل بشر اللي رفضوا الثجود ليهم بولث وبرنابة لما حاولوا يقدموا ليهم الثجود مذقوا ثيابهما إحنا بشر طب ولما يوحنى حب يسجد أمام الملاك هل الملاك قبل الثجود قال له قوم أنا عبد مثلك ومثل باقي إخواتك فلا البشر يقبلوا الثجود ولا الملايكة يقبلوا الثجود إذن هو مش مجرد إنسان ولا حتى رئيس ملايكة زي ما بيدعي شهود يهوى لكن هو الله الظاهر في الجثة لما قات هذا الرجل دون التسعة الباقين ليقدم الثجود الرب ما قال لهش أنت ليه بتسجد لي اثجد لله لكن قال له أليس العشرة قد طهروا إذن فأين التسعة يعني أنت عايز الكل يثجد ليك طبعا لأنه هو الله اللي بيقبل الثجود لو هنتكلم عن إلها قديرا يعوذنا كتير جدا جدا من الوقت عشان نتكلم عن أولوه الآية بتمشي مع نبوة ميخال إصحاح الخامس والآية الثنين أنه هو اللي رح يولد في بيت لحم هو الإله الأزلي وبتمشي مع الآية في سفر الأمثال التي تقول من صعدة إلى السماء ونزل بعد يقول ما اسمه ومثم بنه إن عرف فإذن في النبوة من العهد القديم أنه ده مش فبركة ولا اختراع المسيحين وحبيت لما ذكرت أنه أنه المسيح مش هواش إنسان وإحنا ألهنا لو عملنا هذا الشيء هذا تجديف ده هو الله وتجث يعني المسيحية تنادي بإله تأنث لا تنادي بإنسان تأله إنسان تأله هل يقدر إنسان يتأله الإجابة لا لكن إله تأنث إله أتى في هيئة البشر هل يستطيع الله أن يأتي في هيئة البشر قول لا يستطيع مين يقدر يقول عن الله لا يستطيع نعم والكلمة واضحة إل جبور إله جبار إله قدير نعم فإذن يعني مش نص إله ولا ده في الشعياء سبعمائة وشوي سنة قبل قبل الميلان اشتركوا في القناة